ملمح التاني أسرى اللي أسرى هو الله أسرى به رسول الله إحنا ليه بقى الجماعة المشككين المعترضين على الإسراء ربنا يا ربي يهديهم مصلحة لهم يقولوا إزاي الرسول أسرى أسطن الجملة غلط إزاي الرسول أسرى من المسجد الحرام من المسجد الأقصى لسه مكنماش في المعراج ركزوا خلينا هنا بس خلينا في الحاجة اللي هي مش بسيطة برضو اللي هي اللي بعدها أعجب منها المعراج أعجب بقى فنفوك كده الأول فأقول لك ومحمد بتاعكم أبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله يا نور عيني يا نبض قلبي سنبحكي ما يقال هو إزاي الرسول أسرى من المسجد الحرام المسجد الأقصى السؤال غلط هو الرسول ما أسرهاش الرسول ما أسرهاش الله ده أنتوا عندكم الإسراء والمعراج أيوا عندنا بس مش الرسول اللي أسره الرسول أسرية به الرسول جاله دب اسمها البراق هو ملوش علاقة سيدنا النبي سيدنا النبي ضيف سيدنا النبي مكرم سيدنا النبي ما دعوه لكن اللي أسره في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى طيب لو إحنا نسبناها سيدنا النبي يبقى الكلام يبقى فيه مشكلة كبيرة إنما إحنا نسبنا الإسراء كفعل إلى الفاعل وهو الله ولله المسجد الأعلى ولذلك لما يجي لك مثلا طفل طفل صغير لسه يدوب بيتعلم ينطق وبعدين حضرتك شقتك أو بيتك في الدور مثلا العشرين طلعت الدور العشرين ومثلا الأسنصير عطل فأنت طلعت الدور العشرين لقيت الولد أبو سنتين ونص فوق في الشقة أو في البيت فأنت قلت له طلعت هنا إزاي يا ابني معقول ده أنا ده أنا كنت هموت على ما طلعت هنا ده أنا بقالي ساعتين ثلاثة مطلع في العشرين دور أنت طلعت إزاي قال لك لا مش هده أني طلعت ده بابا شلني وطلعني تبقى تقبل أخوي الكبير شلني وطلعني دخالي شلني وطلعني حملني يعني يبقى الموضوع العجب يزال هو سيدنا النبي ما قالش أنا سريت الأسر يبي فأنت لما تنسيبها الربنا ولله المثل الأعلى وسيدنا النبي يقول أسرى بي الله خلاص الموضوع انتهى مع الله ملاعتراض لو اعترضت على الله خرجت من الملة خلاص أمه ليه وخدوا بالكم ربنا صخر لنا كمان فيه بل محتلت هنا بعبديه ما قالش سبحانه الذي أسرى بنبيه ولا برسوله كلمة العبد دي فيها ملامع يعني فيها دروس عدة الدرس الأول ان ربنا وصف سيدنا النبي هنا بمقام العبودية كأن سيدنا النبي لم يصل إلى هذا المقام العالي في الإسراء المعراج إلا لما حقق مقام العبودية أعزه الله أي و في استضافة الربوبية سبحانه وتعالى وأعلى مقام من مقامات الدين هو مقام العبودية كفاني عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب هو في قدسه الأجل وأنا ألقى متى وأين أحب العبودية لغير الله زل العبودية لله قمة العز العبودية لغير الله السيد هو الذي يأخذ خير عبده العبودية لله العبد هو الذي يأخذ خير سيده يعني ما يبقى فيه عبد لفلان فلان دم صخارك بقى بيزلك بيهينك بيستفد بيك إنما لما تبقى عبد لله أنت المستفيد خذ بالك بقى ومما زادني فقرا وتيها وكدت بأخمصي أتى أثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي هذه الملمع فيه بعبده أعلى مقام في مقامات الإسلام ومقام العبودية وذلك سيدنا نبي كان دايما يقول في أذكار الصباح والمساء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت مع الله عبد خذوا بالك بس بس يوم القيامة عبيد وما أنا بظلام للعبيد لأن العبودية لله كلمة عبد أنت مختار في العبودية لله من شاء فليؤمن ومن شاء فليأكل إنما يوم القيامة أنت عبد رغم أنفك ذلك ربنا قال هنا عباد في الدنيا في الأخيرة العبيد وما ربك بظلام للعبيد ليه بظلام إذا كان مش هيظلم العبيد يبقى مش هيظلم العباد الملمح التاني بعبده يعني العبد تطلق على الروح والجسد معا على إيه على الروح والجسد ما قالش سبحانه الذي أسرى بروح عبده أو بروح نبيه لا بعبد وكلمة العبد زمان لما كان يروح يشتروا عبد أو عبد الله فلان ده يطلق على الروح والجسد يعني ده كلمة بعبده دلالة قوية أن الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد لا رؤية ولا منام ولا بالروح فقط وبعدين تعالى هنا هي الروح هتركب البراق هي الروح هتصلي بالأنبياء في المسجد الأقصى هي الروح هتشرب اللبن اللي أقدمه له جبريل سبحان الله بعبده يعني روح زاء الجسد يساوي عبد ولذلك عايز أقول لك أنا ربنا يسخر لهذا الدين من ينصره حتى ولو كان فاجرا إن الله لا يؤيد هذا الدين ولو بالرجل الفاجر ولو بالرجل الفاسق وده حصلت أبو جاهل خدمنا خدمة في الإسراء والمعراج خدمة ما بعدها خدمة ربنا سخرهن خير كان أبو جاهل دايما كل يوم الصبح يقابل حبيبي صلى الله عليه وسلم رغم يعيني إن أبو جاهل ده يعني مش عارف يقابل سيدنا النبي يقول له يا محمد يقول له نعم يقول له هل نزل عليك الليلة شيء قل للقرآن اللي نزل والحكم اللي نزل يقول له نزل بأدب سيدنا يقول له نزل واحد اتنين ثلاثة ماشي ويسخر كده ويمشي أبو جاهل فف مرة أبو جاهل بقول له يا محمد قال له نعم قال له هل نزل عليك الليلة شيء ايه الجديد قال له لا ما نزلش قال طب كويس أول مرة طب خير انقطع يعني قال له لا قال له أنا اللي ذهبت أنا اللي رحت قال له نعم بتقول ليه قال له مش جبريل اللي جالي ده أنا اللي رحت له بقى قال له خدك في اين النبي ما قالوش عن المعراج خالص قال له أسري يا بيا خدوا بالكم شوف اللقطة المهمة مش صريت أسري بتتحلت خلاص يعني اللي صار بياه هو الله أسري يا بيا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال له وأصبحت بين أظهرنا يعني رحت الجمع للمسجد الأقصى واصبحت بيننا هنا وفكر ان ياخد الليل كله مش عارف ان هي لا زمن أصلا مع الله قال له نعم خدوا بالكم النبي ماشي بيفكر ويحسب هيبلغ الإسراء والمعراج للناس ازاي ما فيش لا إزاعة ولا قنوات ولا تلفزيونات ولا شبكة معلومات دولية انترنت ولا فيسبوك ولا مواقع تواصل هيبلغ الناس ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى التسخير فأبو جهل قال له أرأيت إن جمعت لك الناس يا محمد أتخبرهم بما حدث قال له نعم ده هو ده اللي بدور عليه يا الله أبو جهل بدأ يلف على الناس يا بني فلان يا بني فلان يا بني شو بقى ما هو عايز يوقع سيدنا النبي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فأبو جهل جمع الناس شوف الخدمة بقى شوف التسخير من الله لأبي جهل في خدمة الإسلام جمع الناس وجي سيدنا النبي أبو جهل قال له يا محمد اللي تم مبالح بالليل قال لهم أسري ما جابش سيدة معراق أسري يا بي الليلة ليلة الماضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأبو جهل جناطق شوف التسخير قال له وأصبحت بين أظهرنا قال له نعم قال له ونحن نضرب إليها أكباد القبل شهرا ذهابا وشهرا قيابا يعني نروح بالجمال شهر على ما نوصل وإحنا راجعين شهر يعني شهرين ستين يوم وحضرتك خدتها في ليلة وما يشعرف أنها في أقل من فيمته ثانية على رأي الدكتور زويل قال له نعم السؤال بقى المهم اللي حللنا مشكلة كبيرة قال له هل تصف لنا المسجد الأقصى اوصفهونا كده يا سلام على السؤال وروعته وتسخر ربنا لأبي جهل عرف السؤال بتاع أبو جهل ده أكد لنا أن سيدنا النبي لم يذهب إلى المسجد الأقصى من قبل لأن أبو جهل عايش مع النبي النبي مولود قدامه وكبر قدامه ولو النبي راح للمسجد الأقصى قبل كده ما كانش يبقى السؤال له قيمة إلا أن أبو جهل متأكد أن النبي لم يذهب إلى المسجد الأقصى ولم يره من قبل هادي واحدة اتنين لو النبي وصفوه يبقى خلاص النبي راح بجد وذهب بروحي وجسده صف لنا المسجد الأقصى الله واعتراض أبو جهل نفسه مهم جدا لأن الرؤية لا يعترض عليها لو واحد جي قال لك أنا مبارح شفت في الرؤية أن أنا روحت حجيت وجيت طب ومال ده منام يا عم ده رؤية واحد يقول لك أنا شفت في الرؤية أني دخلت الجنة وأكلت من ثمارها وشاربت من مائها ومال تقبل واحد يقول لك أنا شفت في الرؤية صلعت السماء وعاد تطير أنت حور ده رؤية لا يعترض عليها إنما يكون أبو جهل يعترض ويقول للنبي وصف ده دلالة قوية أن الإسراء والمعراج ليست رؤية منامية ولكن أمر واقع حقيقي وليست بالروح ولكنها بالروح والجسد